لو جينا بقى لأبرز التشكيلات للمنتخبات يعني كلمنا على اللعيبة اللي احنا منتظرينها لكن جال وقت ان احنا نتكلم عن التشكيلات لو بدأنا بتشكيل المنتخب الارجنتيني او نتكلم عن الارجنتين فنياً شوية الارجنتين تحت قيادة اسكلوني المدرب الارجنتيني والفريق بيلعب به 4-3-3 يمكن الارجنتين في النسخة الحالية زي ما قلنا بتمتلك عناصر افضل نتكلم في حراسة المرمة ايميليانو مارتنيز كمان بنتكلم في خط الدفاع مارتنيز لاعب منشستر يونيتد كتير من العناصر المميزة موجودة عند المنتخب الارجنتيني في مختلف الخطوط فمنتخب الارجنتين زي ما قلنا بالرسم التكتيك 4-3-3 هيكون حاضر في كاس العالم مع كمان منتخب المكسيك منتخب المكسيك تحت قيادة ارجنتينية برضو مع المدرب الارجنتيني تاتا مارتينو هيلعب به طريقة 4-3-3 وهو الرسم التكتيكي الاقرب لمنتخب المكسيك اللي دايما بيقدم كورة هجومية ممتعة ثم ننتقل لمنتخب بولندا منتخب بولندا بقى بيقدم لنا شيء مختلف تماما في طريقة اللعبة بتاعته منتخب اللي بيعتمد على طريقة 3-4-3 واوقات 3-5-2 طبعا طريقة مش هنشوفها مع منتخبات كتير في كاس العالم لكن بولندا هيكون واحد من المتخبات القليلة اللي بتقدم لنا الطريقة دي في البطولة وهو تحت قيادة محلية للمدرب البولندي سلاف مخانيفيتش طبعا هو المدير الفني الوطني لمنتخب بولندا ثم أخيرا منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار بالرسم التكتيكي بنتكلم ما بين برضو 4-3-3-4-2-3-1 حسب قوة المنافس وحسب الإمكانيات بتاعة المباراة وظروف المباراة دايما بيكون التحول في أدوار سلمان الفرق سواء هيلعب في نص الملعب توظيفه هيكون بأدوار هجومية أكتر أو يكون مساند دفاعيا لكن زي ما قلنا التشكيل أو الطريقة اللعبة مش هتروح كتير ما بين 4-3-3 أو 4-2-3-1 زي أغلب فرق المجموعة